هذا وقد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس البنك الدولي أجاي بانجا والوفد المرافقة له تناول لقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولية خاصة الدورة المهمة التي تقوم به مؤسسة التمويل التابعة لمجموعة البنك الدولية باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات أضف رئيس مجلس الوزراء في بيان أن اللقاء شهد مناقشة سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات وذلك وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الشأن